السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات ليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من أكتوبر من العام 2020 إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني أتمنى منكم عمل اشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد إذن أخواني العزاء نبدأ فقرة التحليل الفني بتحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أخواني العزاء بعد أن وصل زوج اليورو دولار إلى مستوى المقاومة الماثل عند سعر 1.18560 وتحدثنا عن قوة هذه المنطقة منذ التحليلات السابقة والأشهر السابقة فشل السعر في اختراق هذا المستوى ونجح بتكوين ارتداد من هذه المستويات بنجاح وعودت الأسعار الهبوط والعودة إلى مستوى 1.18 ألف مجددا والذي يعبر عن منطقة دعم قوية نوعا ما إذن أخواني العزاء نلاحظ بمجرد وصول الأسعار إلى منطقة 1.18 ألف وصلت أيضا الأسعار على مؤشر التذبذب بالستوكستيك إلى مناطق تشبعات في البيع فمن الممكن أن نشهد بعض من التحركات العرضية التي نشهدها الآن بتكون عدة شموع صغيرة ذات سيولة منخفضة فهذا يدل على محاولة الكسر وحركة عرضية فقد نشهد خلال الساعات القادمة بعض من التحرك العرضي وسوف يحاول السعر كسر هذا المستوى وفي حال نجح بكسر مستوى 1.18 ألف قد نشاهد الأسعار تعاود الهبوط إلى مستويات 1.17 ألف وخمسمائة وتستهدف 1.17 ألف ولكن إخواني العزاء في حال فشلت الأسعار من كسر مستوى 1.18 ألف قد تكون ارتداد ويعتبر هذا الهبوط عبارة عن تصحيح وتحاول الأسعار العودة مجددا لاختراق مستوى 1.18 ألف وخمسمائة وستون والذي بدوره وباختراقه سوف يفتح الضوء الأخضر أمام زوج اليورو دولار للوصول إلى مستويات 1.19 ألف وخمسمائة خلال التداولات القادمة إذن مفتاح التداول اليومنا الحالي هو مستوى 1.18 ألف نتابع هذا المستوى بحذر وبشكل شديد من أجل أن نتعرف على حركته القادمة وبإذن الله تعالى قد بدأت بالفعل بتجهيز لكم مجموعة من الحلقات الفنية التي هي عبارة عن شرح لكيفية الاختراق والكسر والارتداد والتصحيح والثبات أعلى هذه الدعوم والمقاومات من أجل أن تستفيدوا من التحليل وتكونوا بدراية تامة عندما أتحدث عن اختراق مستوى مقاومة هل عندما تتم المتابعة فيما بعد التحليل هل سوف السعر يخترق أو نجح بالفعل في الاختراق أو الارتداد فتستطيعوا التمييز فيما بين الحركة والمصطلحات الفنية بشكل سلس ومرين بإذن الله إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل آخر وهو تحليل الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ولاحظنا يوم الأمس الاندفاع القوي والارتداد من منطقة الدعم الذي تحدثنا عنها سابقا وهي مستوى 7.80 وتحدثت أنها شرط لاعتبار السيناريو صاعد وعودة الأسعار إلى أعلى هو ثبات الأسعار أعلى 7.80 وعلى إثر خبر الفائدة الذي حذرنا يوم الأمس من صدوره وتوقعنا أن يحصل تذبذبات في الأسعار بشكل كبير جدا وحدث بالفعل هذا التذبذب والارتفاع المفاجئ وذلك عندما أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير بعكس التوقعات وخالفوا التوقعات التي كانت تتوقع برفع الفائدة من أجل كبح التضخم إذن أخواني العزاء على إثر هذه الأنباء لاحظنا ضعف الليرا التركية وعودت الأسعار في الصعود وقد وصلت بالفعل إلى مناطق 7.97 وهي منطقة تاريخية جديدة وحاليا تحاول الأسعار التصحيح ومحاولة العودة مجددا لاستهداف مستويات الثمانية ليرات للدولار الواحد إذن أخواني العزاء السيناريو المتوقع للدولار ليرة تركية هو السيناريو الصاعد نتوقع استهداف مستويات الثمانية ليرات وأكثر من هذه المستويات ولكن على الصعيد اليومي نتوقع أن يستأنف السعر الصعود ويحقق الهدف الأسبوعي الذي تحدثنا عنه هو مستوى ثمانية ليرات للدولار الواحد ولكن شرط حقق هذا السيناريو هو نفس الشرط وهو ثبات الأسعار أعلى مستوى 7.80 إذن أخواني العزاء مثلما تحدثنا الأسعار تتداول أعلى المتوسط المتحرك وتتداول في نطاق صاعد وثبات التداولات أعلى الدعم المثل عند 7.80 كلها مؤشرات فنية تؤيد ارتفاع سعر نهيك عن الأحداث الاقتصادية التي تمر بها تركيا وأيضا الأحداث السياسية التي عملت على إضعاف الليرة التركية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الباوند دولار ولاحظنا يوم الأمس بمجرد الصعود والوصول بالقرب من مستويات الواحد فاصل اثنين وثلاثون ألف دخل الزوج في تصحيح بعد أن وصل إلى مناطق تشبعات في الشراء دخل الزوج في تصحيح ونعتبر الهبوط الذي حصل ويحصل في الوقت الحالي عبارة عن تصحيح وهبوط تصحيحي طوالما أن الأسعار ثابتة ومستقرة أعلى الدعم الماثل عند مستوى سعر 1.30300 إذن أخواني العزاء إلى أين يتجه هذا الزوج فنيا بثباته أعلى الواحد فاصل ثلاثين ألف وثلاثمائة يعتبر هذا الهبوط عبارة عن تصحيح ونتوقع استئناف الصعود مرة أخرى واستهداف مستويات واحد فاصل ثلاثين ألف وتسعمائة واحد سبعين وثلاثين ألف خلال التداولات القادمة ولكن شرط تحقق السيناريو الصاعد والثبات أعلى الواحد فاصل ثلاثين ألف وثلاثمائة والذي يقترب منها المتوسط المتحرك مكونا منطقة دعم قوية جدا إذن في كسر المستوى الواحد فاصل ثلاثين ألف وثلاثمائة يلغى السيناريو الصاعد وتلغى الأهداف المذكورة ومن الممكن أن نشاهد هبوط وإنهيار هذا الزوج يصل إلى مستويات الواحد فاصل تسعة وعشرين ألف ولكن فنيا لا يزال السيناريو الصاعد هو المدعوم للأسباب التي تم ذكرها سابقا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند ين والملقب بالمجنون ولاحظنا أخواني العزاء بعد أن وصل إلى ذات المناطق المقاومات القوية الذي تحدثنا عنها الواقع ما بين 137 و138 عاودت الأسعار بالإنهيار والهبوط مجددا وحاليا تتداول بالقرب من المتوسط المتحرك الذي يعبر عن دعم متحرك وفي حال تمكن السعر من كسره فنتوقع استئناف الهبوط مجددا لاستهداف مستويات 136 و135 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء السيناريو المتوقع هو السيناريو الهابط طوال ما أن الأسعار تتداول أسفل مستوى المقاومة الماثل ما بين مستويات 137 و138 فحاليا نتوقع استئناف الهبوط وأن يحاول السعر كسر المتوسط المتحرك وأن تتكون أكثر من شمعة عرضية من أجل الاستجماع القوة وأخذ العزم لكسر هذا المتوسط والاستهداف وتحقيق الأهداف المذكورة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط ولا يزال في طور السلبية وتداولاته أسفل خط الاتجاه الهابط ويتداول في قناة رئيسية هابطة فثباته أسفل منطقة المقاومة الماثلة عند صفر فاصلة 71321 تعبر عن استمرار السلبية ونلاحظ محاولة الأسعار وصعوبة اختراق المتوسط المتحرك وفي ظل وصول الأسعار إلى مناطق التشبعات في الشراء ونلاحظ خلق تقاطع بالقرب من مستويات الثمانين لمؤشر تذبذب لستوك ستيك وفي حال نجحت التقاطعات بالخروج من مستويات الثمانين قد نشاهد استئناف الهبوط مجدداً واستهداف مستويات الصفر فاصلة 70500 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء نتوقع استئناف السيناريو السلبي وشرط حقق السيناريو السلبي هو ثبات الأسعار أسفل مستوى المقاومة الماثل صفر فاصلة 71321 والماثل أمامكم بالخط الأخضر المتقطع إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل لين الياباني ولاحظنا أخواني العزاء نجاح الأسعار بالعودة أسفل خط الاتجاه الهابط والعودة إلى القناة الرئيسية الهابطة ولا تزال الأسعار تتداول أسفل مستوى المقاومة الماثل عند مستوى سعر 105.116 وأيضاً التداولات ثابتة أسفل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وهذه الإشارات تعزز الضغط السلبي على زوج الدولار ين ونتوقع أن ينهى التصحيح الصاعد بالقرب من هذه المستويات وأن يستأنف الهبوط مجدداً لاستهداف مستويات 104.405 ومستويات 104 خلال التداولات القادمة إذن شرط تحقق السيناريو الهابط وتحقيق الأهداف المذكورة هو شرط وحيد وهو ثبات الأسعار أسفل مستوى 105.116 والذي يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مكوناً منطقة مقاومة محورية وعنيدة للسعر إذن أخواني العزاء ننتقل ختاماً إلى تحليل عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ومثل ما تحدثنا سابقاً ثبات الأسعار أعلى مستوى 11.250 وأعلى المتوسط المتحرك تعزز إيجابية الأسعار وحالياً نشاهد أن الأسعار تستقر عند مستويات 12.090 دولار ونتوقع أن يستأنف السعر الصعود مجدداً ويستهدف مستويات 12.400 دولار وقد يصل إلى مستويات 13.000 دولار خلال التداولات القادمة متوسطة الأجل أو خلال الأسبوع القادم إذن أخواني الأعزاء شرط حقق السيناريو الصاعد للبيتكوين هو ثباته أعلى مستويات 11.250 ومثلما تحدثنا ثباته وأعلىها يمد السعر بالدافع الإيجابي من أجل أن يستأنف الصعود ويحقق الأهداف المذكورة سلفاً إذن أخواني الأعزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لأزواج العملات في حال وجود أي استفسارات يمكنكم ترك تعليق وسوف أقوم بالرد عليكم بإذن الله تعالى وأشكر لكم حسناً متابعة وتقبلوا منيطي بالتحيات وفي أمان الله